موسيقى التحليلية من الميادين ابلاغ الرئيس الروسي بتحرير اراضي جمهورية لوغانسك في دونباس بالكامل قطوة لها دلالات عسكرية وسياسية ما هي؟ وهل لها ما بعدها؟ مسيرات حزب الله فوق حقل كاريش الاسرائيليون تسلموا رسالة حزب الله والبحث يتصل بخطورتها لناحية الجدية والقدرات لجنة الحوار الوطني في تونس تتبرأ من دستور الرئيس وتحذر من خطورته أي تداعيات لهذه التحذيرات؟ وإلى أين سينتهي الجدل المتصاعد في البلد؟ وفي قضية اليوم الرئيس الامريكي يطلب من أصحاب محطات الوقود خفض الأسعار لأنه زمن الحرب موسيقى أي خفة تلك التي يقرر فيها رئيس دولة عظم استجرار حرب كبرى من دون حساب التداعيات والآثار على الأمن العالمي موسيقى وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في إقليم دومباس شرقية أوكرانيا إثر تحرير مدينة لسيتشانسك آخر جيب للقوات الأوكرانية في لوغانسك وبوتين يتبلغ بالإنجاز لا شك أن وقوع جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل بيد القوات الروسية هو تطور عسكري كبير ضمن العملية الروسية التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في شباط فبراير الماضي ويقرب ساعة حسم المعركة في إقليم الدومباس رئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلغ من وزير دفاعه سيرجي شويغو إتمام بسط السيطرة على الجمهورية الشعبية شرقية أوكرانيا أتقدم هذا حمل مؤشرات على اقتراب معركة الدومباس من الحسم إثر سيطرت القوات الروسية وقوات لوغانسك الشعبية على مدينة ليستشانسك آخر جيب للقوات الأوكرانية في لوغانسك والمناطق السكانية المجاورة مساحة المناطق التي سيطرت عليها خلال الأيام الأخيرة حول ليستشانسك بلغت 182 كم مربعا كم ستة كانت تفصل القوات الروسية عن المدينة بعد ساعات من تحرير قرية زلوتاريفك القريبة وتسارعت الأحداث بعدما كثفت القوات الروسية من هجومها على ليستشانسك إثر السيطرة على المدينة التوأم لها المدينة الاستراتيجية سيفر دونيسك في أواخر حزيران يونيو الماضي وسيسمح الاستيلاء على ليستشانسك للجيش الروسي بالتقدم نحو سلوفيانسك وكراماتورسك قيادة الأركان الأوكرانية أقرت بدخول القوات الروسية إلى المدينة داخل جمهورية تايلوغانسك ودونيسك التي تقول موسكو إن سكانهما الأوكرانيين الناطقين بالروسية كانوا يتعرضون للالتهاد والإبادة الجماعية من جانب كييف محلل الميادين لشؤون الأمنية والعسكرية شارلا بينادر ما أهمية السيطرة على جمهورية لوغانسك وماذا تشكل مدينة ليستشانسك بالنسبة لمسار معركة الدونباس بشكل عام؟ تحياتي للجميع نتكلم اليوم عن آخر معقل تقريبا محصن ما زال هناك بلدات هي غير تابعة طبعا ليه لوغانس لوغانس بالكامل هي أصبحت محررة ما زال هناك عدة مدن تابعة لدونسك ولكن أهمية هذا الموضوع اليوم أنها كانت تشكل ليستشانسك كانت تشكل نقطة مزدوجة في اتجاهين للدفاع عن المنطقة التي هي الأهم بالنسبة للروس وبالنسبة للأوكران البعد الأول هو أنها كانت تدعم مدينة سيفريدونسك والذي كانت هي صمام الأمان أو كان يعتبرها الأوكران صمام الأمان لمنطقة الدونباس هي تحررت وأيضا اليوم بعد تحرير ليستشانسك نستطيع أن نقول أن الزاوية أو النقطة أو المسلس الداخلي الشرقي لمنطقة ليس فقط الدونباس لمنطقة شرق أوكرانيا تقريبا أو شرق نهر دونبرو قد سقطت هذا يعني أن كل المدن مثلما سقطت البلدات عبد الرحمن المحيطة بليستشانس بطريقة سريعة كل المدن الباقية نتكلم عن سلوفانسك عن كراماتوست وعن بخموت وهي نقطة أيضا أساسية هي أصبحت معرضة للسقوط لأنه سقط خط الدفاع الرئيسي الأساسي عنها خاصة أن الوحدات الأوكرانية أعطتها هذه المنطقة أو هذا المسلس من المدن أعطاها جد أهمية من الناحية السياسية لأنه كان هدف رئيسي أساسي للروس وسقط كل الجهود وكل الأسلحة الفعالة كل الأسلحة الفتاكة والضغوط التي حاول الغرب أن يدعم بها الوحدات الأوكرانية وضعها في هذا المسلس اليوم نستطيع أن نقول أن البعد الرئيسي الأساسي العسكري من ناحية الشرق قد سقط أمام الوحدات الروسية على كل حال هذا التقدم العسكري الروسي سيكون له تأثيرات كبيرة وانعكاسات محل الميدين لشؤون الإسرائيلية عباسماعيل مع تولي لبيد رئاسة الحكومة في إسرائيل وفي ظل هذه التطورات في الميدان هل يمكن أن يكون هناك انعكاسات لذلك على المقاربة الإسرائيلية للأزمة بين أوكرانيا وروسيا؟ يعني لنعكاس الأول في المقاربة له علاقة بالتقديرات التي كانت ساعدة في إسرائيل بشأن قدرات الجيش الروسي ومدى الإرباك أو التقدم أو الإنجازات التي تحققها الخطة الروسية في المعركة الدائرة في أوكرانيا كانت التقديرات الإسرائيلية بمجملها تقديرات سلبية تطور ميداني من هذا النوع من شأنه أن يدفع الخبراء في إسرائيل إلى إجراء إعادة نظر في تقديراتهم بشأن ماذا كان الروس في أوكرانيا يحققون الإنجازات وفق الخطة أم لا ولكن المسألة الأهم لها علاقة الآن بكيفية المقاربة التي سوف يعتمدها لبيت في مقابل روسيا معروف بأن لبيت عندما كان وزيراً الخالجية قبل أشهر كانت مقاربته صدامية مع الروس كان يصطف إلى جانب أوكرانيا بشكل واضح وكان رئيس الحكومة أنزاك نفتاليبنت يميز نفسه عن لبيت الآن لبيت هو رئيس حكومة وبالتالي موقفه يصبح ملزم أكثر للحكومة الإسرائيلية هل سيبقى على موقفه الصدامي مع الروس هل سيبقى استفافه الجانب أوكرانيا أم لا هكذا موقف سوف تكون له تداعيات يأخذها الإسرائيون عليها وأن يأخذوها بمحمل الجد لسيما في كل ما يتعلق بجبهة الشمالية ولسيما في سوريا عميد شارل أمام هذا التقدم الميدان الروسي الثابت في شرق أوكرانيا بالرغم من الدعم الواسع للوحدات الأوكرانية من الغرب هل ما زال الغرب يملك أي فرصة لمواجهة ذلك أم يستسلم ويذهب لتسهيل التسوية بين الروس والأوكران من ناحية الإمكانيات العسكرية والأسلحة وضع الغرب بتصرف الوحدات الأوكرانية حتى الآن كل ما يمكن أن يضع المرحلة الأخيرة وخاصة في السابع الأخيرة وضع بتصرفه قازفات سوريخ ومنظومات صاروخية جد متطورة منظومات الدفاع الجو الأمريكية والنروجية المتطورة وضعت أين بتصرفه وحصل ما حصل لناحية أكليم لوجانسك وبداية المدن التي تكلمنا عنها طبعا هذه المرحلة التي كانت اليوم نتكلم عنها كانت مرحلة الوحدات الأوكرانية تدافع فيها لاحقا وبعد أن يسبت نفسها الوحدات الروسية سوف تصبح في موقع الدفاع وفي موقع الدفاع مع القدرات الموجودة لديها سوف يصبح من المستحيل للوحدات الأوكرانية تنفيذ هجمات مضادة أو إعادة السيطرة على المدن التي تم السيطرة عليها لذلك لن يبقى أمام الوحدات الأوكرانية وأمام الغرب إلا الجنوح باتجاه التسوية لأن الميدان يكون قد فرض نفسه هذه التسوية التي حكما جرهم إليها الرئيس بوتين من خلال تسبيت وتنفيذ كل مقاله لناحية منطقة الدونباس ولناحية خيرسون أعتقد أنه في المرحلة القادمة بعد تسبيت هذه المنطقة سوف يكون هناك إمكانية للحوار والتفاوض على أساس أن الهدف الأول الرئيسي الأساسي قد تحقق على كل حال هذا فيما يخص مشاهدين التطورات بالنسبة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أما في لبنان أيضا كان هناك رسالة عسكرية لها دلالتها فرغم الإعلان عن اعتراضها تعاملوا في إسرائيل باهتمام كبير وخطورة عالية مع إطلاق حزب الله ثلاثة مسيرات باتجاه حقل كريش والتوقفوا باهتمام عند الأهداف والرسائل والتبعات إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائرات وسفن حربية إسرائيلية اعترضت ثلاثة مسيرات أطلقها حزب الله كانت في طريقها إلى حقل كريش أثار اهتماما واسعا في إسرائيل وفتح الباب أمام مروحة من الأسئلة حول هدف إطلاقها والرسائل التي حملتها معها الطائرات الثلاث والدلالات التي تنطوي عليها ثلاث مسيرات أطلقها حزب الله نحو المياه الاقتصادية الإسرائيلية وتحديدا نحو منصة كريش هذه المسيرات أتت من لبنان وهدفها عمليا جمع معلومات استخباراتية أو تنفيذ عملية على مستوى الوعي التقدير هو أن هذا الحدث مرتبط بالمفاوضات الآخذة في التقدم بخصوص هذا الموضوع وبوساطة الأمريكية حقيقة أن الطائرات المسيرة لم تكن مسلحة دفعت خبراء ومعلقين في إسرائيل إلى التقدير أن حزب الله أراد تصوير منصة كريش ومن خلال ذلك أحراج إسرائيل والإثبات لها بأن لديه القدرات التي تمكنه من إلحاق ضرر بها مسيرات حزب الله التي أطلقت نحو كريش لم تكن مسلحة وهو بذلك أراد أن يخوض حربا على الوعي والقول إن حزب الله قادر ويتابع أنشطة إسرائيل وعندما يكرر هو يطلق مسيارات مسلحة أو سواريخ نحو منصات الغاز هذه إشارة من حزب الله وهذه الإشارة من نصر الله يمكن أن تتكرر في الأسابيع القريبة المقبلة هذا ارتقاء درجة من جانب حزب الله بالشكل الذي يعمل فيه مقابل منصة كريش وهو يتحرك عمليا وليس فقط بالكلام والسؤال هو إلى أين ستسير إسرائيل بعد الآن خبراء قالوا إنما حصل يثبت أن حزب الله راكم ثقة بالنفس في استخدام طائرات مسيرة وحذروا من أنه إذا كانت هذه المرة غير مسلحة ففي المستقبل سيستخدم حزب الله طائرات مسيرة مسلحة ولسيما أن حزب الله لديه قدرات متنوعة ومتقدمة أكثر وينبغي التعامل بجدية أكبر مع تهديداته دكتور عباس كيف نقرأ هذه التحليلات في إسرائيل فيما يخص إطلاق حزب الله المسيرات الثلاث على السياقات الثلاث الزمنية والموضوعية والعملياتية في السياق الزمني توقف بسيل باهتمام أمام المحطات الزمنية التي يمكن ربطها بإطلاق المسيرات أولا إطلاق المسيرات جاء بعد الرد الإسرائيلي الذي حمله الأمريكيون إلى لبنان بغض النظر عن مضمون هذا الرد وبالتالي لا بد من اعتبار أن الطائرات تحمر في طيات رسائلها رد حزب الله على الرد الإسرائيلي على الجواب الإسرائيلي هناك أيضا في السياق الزمني لبيد تولى رئاسة الحكومة لم يكن قد مضى أكثر من 24 ساعة لتولي رئاسة الحكومة وبالتالي هذا أول اختبار لرئيس الحكومة الجديد يائير لبيد والبعض وضع العملية في هذا السياق والسياق الزمني الثالث هو أنه قبل عشرة أيام تقريبا من مجيء رئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة ما يعني هذا الموضوع من رسائل لمن يهمه الأمر ومن تقييد لأي مغامرة إسرائيلية في السياق الموضوعي أو وطيها في إسرائيل لهذه العملية أكثر من بعد موضوعي هي وضعت في جانب منها في إطار ضغط حزب الله وممارسته ضغوط على مستوى السياسي والمستوى العسكري في إسرائيل من أجل أن يقبل بالشروط اللبنانية ووضع أيضا في إطار حرب الوعي وفي إطار توجيه الرسال لتغيير قواعد اللعبة مقابل الإسرائيليين وفي البعد العملياتي كما وردت التقرير وكثيرون في سردة حدثوا أن الإطلاق هذه الطائرات من عدة اتجاهات على عدة مستويات وليس كسرب متكامل يحمل في طيات الرسائل أن هذه الطائرات لم تكن مسلحة ولكن في الواد العملياتي الكل في إسرائيل أشار إلى أن عدم تسليح هذه الطائرات هو نتيجة قرار وليس نتيجة غياب القدرة وأن المرة المقبلة قد تكون وبالتالي قد تتكرر هذه العملية قد تكون الطائرات مسلحة وقد تكون الوسيلة ليست طائرات في مواجهة منصات في كريش في هذه الأيام مراسلة الميادين في تونس سميحة البغانمي يطلق حزب الله ما يعرف بالأربعين ربيعا أي مرور أربعين عام لانطلاقة الحزب وكان هناك تفاعل كبير مع أطلاق هذه المناسبة كيف يمكن وصف هذا التفاعل أيضا في تونس بالفعل عبد الرحمن الشارع التونسي أو تونس أمم تنظر إلى حزب لا كمدافع شرس عن كرامة الأمة ونموذج صادق العطاء وكما تحدثت به بهذه المناسبة وجهت عديد رسائل إكبار وإجلال المقاومة من ذلك ربما رسالة أحمد الكحلاوي رئيس هيئة دعم المقاومة من نهض التطبيع الصهونية الذي قال إن حزب الله أعاد الأمل بتحقيق التحرير والعودة ونهضت المقاومة في الداخل الفلسطيني فعيشنا أيام سيف القدس الخالدة وغيرها من الرسائل الأخرى ولكن لطالما تحرك الشارع التونسي تلقائيا عبد الرحمن كلما كان هناك حدث يتعلق بالمقاومة إلا ورأينا الشارع التونسي يتحرك ويرفع الشعارات الداعمة للمقاومة والقضية الفلسطينية التي تعد القضية الأساسية هنا في الشارع التونسي حتى أنه تقام على كامل سنة تظاهرات وندوات ثقافية تعرف بفكر المقاومة وبالقضية الفلسطينية وهناك عديد الجمعيات التي تعمل على هذا التوجه أيضا حتى الأحزاب السياسية وجهت بدورها رسائل إلى المقاومة في لبنان دكتور عباس بالعودة إلى موضوع المسيرات وانطلاقا من مواقف المسؤولين الإسرائيليين وقراءات خبراء والمعلقين ما هي خيارات الرد الإسرائيلي وما هي المعضلة الحقيقية لتلك الخيارات هذا السؤال الأصعب الحاضر بقوة الآن في إسرائيل في كل المنتديات في المنتديات السياسية المنتديات العسكرية على المستوى الخبراء ويتكرر من كبه المعلقين في وسائل الإعلام صحيح أن الخطاب السياسي أو الموقف السياسي الذي عبر عنه سريعا بني جانس وزير الأمل ومن ثم لبيت يأخذ في اتجاه وضع العمليات وضع عمليات حدودها في إطار ما سموه تخريب المفاوضات وبالتالي اعتبار أنه يريد أن نقل القرى إلى الملعب اللبناني من أجل ضق الصين بين المقاومة وبين لبنان ولكن هذا لم يقفي المعضلة التي يواجهون هو ما العمل هناك لأن الإسرائيليون أو المسؤولون في إصر الأمام خيار من أسنين لا ثالث لهما إما أن يضبطوا أنفسهم عما حصل وقام قال لبعضهم أن يسجلوا على دفتر الحسابات بأن هناك عملية سجلت على أمل أن يقوموا لاحقا بالرد وهذا له التبعات وإما أن يقوموا بالرد لأن ما حصل هو ليس مسألة عادية صحيح أن الإسرائيليين نجحوا في إعتراض المسيرات ولكن هذا تفصيل تكتيكي لا يغير لا يقطع في الصورة الإستراتيجية وأن حزب الله بادرة بإطلاق مسيرات باتجاه هدف استراتيجي إسرائيلي وبالتالي الرد معضلة إسرائيل في هذا الموضوع أن الرد من قبل إسرائيل سوف يكون محكوم حكما بالتقدير برد من قبل حزب الله وبالتالي إسرائيل في هذه المواجهة إذا حصلت المواجهة البحرية لديها الكثير مما تخسره على أكس حزب الله ولبنان باعتبار أن المواجهة إذا حصلت سوف تكون بذلك المواجهة بحرية إذا كانت المواجهة محصورة بالمنشآت الاستراتيجية البحرية فلبنان ليس لديه منشآت استراتيجية بحرية إسرائيل هي التي لديها هي التي ستخسر وإذا غامر الإسرائيليون وأخطأوا في التقدير ونقل المواجهة إلى منشآت مدنية أو استراتيجية في العمق اللبناني هذا سوف يعني حكم النقل أيضا المعرك إلى منشآت استراتيجية في العمق الإسرائيلي وفي هذه الحالة أيضا إسرائيل أمام معضلة فهذه معضلة الرد الإسرائيلي هي صعبة وأيضا معضلة السكوت سوف تؤدي إلى مزيد من تأكل الردع إلى أن المس بهيبة إسرائيل وإلى جعل تقدير أن حزب الله قد يتجرأ أيضا في المرة المقبلة على القيام بالرد وهذا سوف يكون له تأثيرات أيضا على مستوى المفاوضات بين الإسرائيل واللبنان وأيضا على مستوى كل العالم العرب والإسلامي الذي يراكب ما يحصل باهتمام ومن لبنان وفلسطين المحتلة مشاهدين إلى تونس هناك رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بإعداد الدستور الصادق بالعيد يتبرأ من نسخة الدستور المطروحة للاستفتاء ويؤكد أنها لا تشبه المسودة التي قدمت للرئيس تصريحات تأتي بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية للاستفتاء على الدستور الجديد وسط مقاطعة سياسية من العديد من الأحزاب والمنظمات سميح البغان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بإعداد الدستور في تونس الصادق بالعيد يتبرأ من مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس صعيد في الجريدة الرسمية ويؤكد أنه لا علاقة له بالمسودة التي قدمها إلى رئيس الجمهورية محذرا من خطورة ما جاء في النسخة المطروحة للاستفتاء هذه التحذيرات عبرت عنها أيضا أحزاب ومنظمات واستدعوات إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي الخلافات فيما يتعلق بصلاحية رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية وإضعاف دور البرلمان والمجلس الثاني للجهات الذي يعتبره البعض هو تكريس لفكرة النظام القاعدة هذه كانت متوقعة لأن صادق بالعيد وأمين محفوظ وأعضاء اللجنة الاستشارية والمعارضون للمساري بكل مكوناته عارضوها منذ البداية وفي ذل انقسام المواقف بين مرحب به ورافذ له انطلقت الحملة الترويجية للاستفتاء في مشروع الدستور الجديد في تونس حملة يسعى من خلالها المشرفون عليها إلى حث الناس على المشاركة الكثيفة نجوب كامل التراب الجمهورية سنحسس وسندعو وسنروج للاستفتاء بنعم على الدستور بتحركات ميدانية بالاتصال المباشر بالمواطنين بالندوات وبتظاهرات وهذا الكل من أجل إنجاح هذا الموعد ومع أعلان الاتحاد العام التونسي لشغل ترك حرية التصويت لمؤيديه ودعوة الأحزاب الدائمة لسعيد مناصرها إلى التصويت بنعم دعت الأحزاب المعارضة إلى التظاهر رفضا للدستور الجديد ولإسقاط الاستفتاء كل الأنظار إذن تتجه إلى يوم الاستفتاء المقرر واستترقب محلي ودولي لما ستحمله صناديق من نتائج ولما يحمله الشارع من تطورات في ذل الإنقسام السياسي بين مؤيدي هذا المصار ورافضيه سميح البغاني تونس الميت إذن تصريحات يمكن وصفها بالمفاجئة سميحة لسيد بلعيد ماذا عن ردود الفعل بعد هذه التصريحات وما هي تداعيته ألسيما أن تونس دخلت في العد العكسي لموعد الاستفتاء للتوضيح عبد الرحمن اللجنة الوطنية الاستشارية هي لجنة استشارية بالأساس ومقترحاتها لا تلذم رئيس الجمهورية والرئيس هو المسؤول الأول والأخير عن صياغة الدستور هذا للتوضيح وهذا حتى ما أكد عنه أعضاء اللجنة وأكدوا أن دورهم استشاري وتبقى دائما الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية تصريحات سادق بالعيد على رغم أهميتها وعلى رغم أنه أكد أن هذا الدستور يتضمن بعض الفصول الخطيرة إلا أنه ربما زاد في الجدل ولكنه لم يغير في المواقف الأطراف الداعمة لرئيس الجمهورية واصلت دعمها لهذا الدستور ودافعت عليه واعتبرت أنه السبيل الوحيد للخلاصة من العشرية السوداء وبدأت اليوم في الحملات الانتخابية للاستفتاء على هذا الدستور وبدأت في تحركاتها الميدانية لإقناع الناس بضرورة الذهاب والتصويت بنعم لهذا الدستور في المقابل الأطراف المعارضة التي انقسمت بدورها أطراف رفضت المشاركة ودعت إلى المقاطعة وأطراف أخرى مثل حركة النهضة وجبة الخلاص وأطراف أخرى كحزب أفاق تونس وحركة عازمون أعلنوا المشاركة في هذا الاستثاوي سيتم التصويت بنعم لكن يبقى دائما عبد الرحمن كلمة الفصل الأخيرة هي للشارع للشعب التونسي يوم 25 جوليا الجاري وهو الصندوق هي التي ستفصل في هذه المسألة وتحسم هذا الجدل الذي مستمر تقريبا منذ 25 جوليا الماضي نعم عميد شارل في ظل هذه التطورات الحاصلة في تونس وانقسام سياسي كما تعلم خاصة فيما يخص الدستور هل هناك أي مخاطر أمنية قد تهدد البلاد يعني عادة عندما يكون هناك استحقاقات ديمقراطية واستحقاقات شعبية من المفضل أن تكون هي أو أن تحصل بشكل أن يكون هناك توافق على هذه الاستحقاقات فكيف بالحال إذا كان هناك خلاف على هذا الاستحقاق هناك اتهامات لأن مسؤولة الدستور هي غير التي تم دراستها من اللجنة القانونية هذه نقطة أساسية تولد خلافات ولكن كل هذه على بعض الداخلية يجب أن ترتبط أو أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الخارجية وهنا الصغر الرئيسية الأساسية على تونس في هذا الوضع العين دائما على الحدود مع ليبيا حتى الآن نحن نتكلم عن عدة سنوات من أن لا توازن الأمني والعسكري في ليبيا من يضمن هذه الحدود التي هي أثرت على كل الدول وكل الدول التي يحصل فيها مشاكل أمنية أو حتى مشاكل وتسلل الإرهاب تصبح خطرة وتصبح هناك إمكانية لتسلل هذه المجموعة من هنا تأتي حساسية وخطورة تازة الخلاف على الاستحقاق اليوم في ظل ما يحصل على الحدود أو الدول ليس فقط بتجاه ليبيا كل الحدود تقريبا معرضة لأن يكون هناك تسلل وعدم ضابط من الوحدات الأمنية عندما يكون هناك خلافات على أسس رئيسية تتعلق بالنظام أو بالدستور إذن سميحة هناك جدل كبير حول الدستور الجديد وجاءت تصريحات بلعيد لتزيد هذا الجدل ومن حدته السؤال الأهم الآن إلى أين سينتهي كل هذا الجدل وأي فرضيات مطروحة اليوم في تونس بالفعل عبد الرحمن يمكن القول أن الجدل بات الخبز اليومي في تونس فيما يتعلق بالمسائل السياسية وآخرها ربما هذا الدستور الجديد وبعض التصريحات بلعيد استغلتها في الحقيقة بعض الأطراف عبد الرحمن وتحاول أن تقنع الناس بأن هذا الدستور الذي فيه كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية ستؤسس مما لا شك فيه إلى نظام ديكتاتوري خصوصا وأن في الدستور الجديد لا توجد أليات مراقبة الرئيسة حتى المحكمة الدستورية التي كان يعاول عليها في السابق أن تراقب رئيس الجمهورية وتراقب من هو في أعلى السلطة هذه المحكمة التي كانت تتشكل عن طريق الانتخاب أصبحت في الدستور الجديد عن طريق التعيين ويقوم بتعيينها رئيس الجمهورية وبالتالي هناك تخوفات من المرحلة المقبلة وأعتقد أن هناك فرضتين مقترحتين ربما إما تعديل الدستور والجلوس إلى طويلة الحوار وتأجيل موعد الاستفتاء وإما الذهاب في هذا الطريق وذهاب إلى الاستفتاء يوم 25 جولي وربما هو هذا الأقرب إلى المنطق باعتبار أن الرئيس أكد في أكثر مناسبة أنه لا يتراجع ولن يتراجع وبالتالي أعتقد أن السيناريو الأقرب هو الذهاب إلى الاستفتاء يوم 25 جولي بهذا الدستور بهذا الدستور الذي وجهت إليه العديد من الانتقادات لسيما في الفصل الخامس الذي يتعلق بمقاصد الإسلام وكذلك الفصل الذي تحدث على أن هذا الدستور سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد الأعلان عن نتائج الاستفتاء وهو ما انتقدته عديد الأطراف وكأن هذا الاستفتاء سينجح دون طرح فرزية فشل هذا الاستفتاء وهو ما زاد أيضا في الانتقادات لهذا المشروع إذن بدأنا في العد العكسي وبدأت الحملة الانتخابية لهذا الاستفتاء وستكون السنديقة هي الحاسمة أيضا في هذا الجدل الكلمة الأخيرة دائما للشعب التونسي شكرا جزيلا لكم سميحة البغان مشار الأبي نادر وعباس إسماعي المشاهدين فاصل نحلل بعده قضية اليوم مع قاسم عز الدين نزار عبود وبكر يونس كان واضحا للعالم أجمع أن في محاولة إدخال أوكرانيا إلى حلف الناتو جرا لروسيا إلى الحرب وأن هدف الغرب الأطلسي هو إظهار روسيا للعالم على أنها الطرف المعتدي وليس المدافع عن أمنه وحدوده وبلاده وعليه يبرر لاحقا الأمريكي وحلفائه تلك العقوبات القاسية والضخمة على الروس والتي تهدف لدفع اقتصادهم إلى الانهيار وبلدهم إلى الهاوية لكن حسابات الإدارة الأمريكية كانت خاطئة وبدل أن تصيب تلك الخطط موسكو بمقتل تراها أصابت الأوروبيين والأمريكيين أنفسهم لنجد بايدن كما لو أنه في لحظة عجز يتحول إلى أصحاب محطات الوقود ليطلب منهم أفضل أسعار فهل هكذا تقود الدول الكبرى الحروب؟ هل هكذا بسطحية وخفة تقود أمريكا العالم؟ أي حسابات بنت عليها الإدارة الأمريكية قرارها باستجرار حرب مع روسيا والدخول فيها من دون الأخذ بعين الاعتبار بارتدادات هذا القرار وتكلفته وتداعياته على قطاع النفط وأسواق الغذاء وسلامة الدول والأمن العالمي موسيقى إذن على غرار سلافه ترامب يريد بايدن أن يحكم الولايات المتحدة بتغريدة يحاول بها أن يفرض حلاً لالتهاب أسعار الوقود بعد أن استعصت عليه معالجتها بالضغوط على الدول المصدرات للنفط محمد بو عبد الله ضاقت به سبل زيادة الإنتاج الرئيس الأمريكي خارجياً فإذ به يتوجه داخلياً أن خفض أسعار الوقود وفي التبرير للنداء العاجل يقول إنه وقت الحرب والمخاطر العالمية تلك هي أمريكا بايدن وقد أسقطت نفسها في فخ نصبت بنفسها وهي تؤلب العالم ضد روسيا ولا سيما الغرب الحليف لكنها جرت نفسها وغيرها إلى أزمة خانقة غاب الاستشراف ومؤسساته أو غيبهما صانع القرار المتهور في واشنطن فكان أن سلك مسلك الحسابات الخاطئة وكأنه يجهل ثقل موسكو الدولي وتحكمها في السوق الأوروبية ولطالما كان الحذر يسود استهداف روسيا فهي قوة عظمى طاقوياً وعسكرياً وتسلحاً كما أن لها نفوذاً دولياً متنامياً وتربطها علاقات جيدة مع دول شتى ولأن إدارة بايدن تمادت في استفزاز روسيا فما كان إلا أن يتحرك الروس رداً على الأمريكيين كسراً للطوق الذي تريد فرضه عليهم واشنطن حدودياً فالحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى وتلك مقولة للمفكر الاستراتيجي الألماني كارل كلاوسفيتس تعكسها حرب دفع إليها تدهور العلاقات الغربية الروسية بسبب سياسة أمريكية متهورة تستخف بالتبعات الكارثية المحتملة واليوم يبدو الرئيس بايدن ساغراً في أعين مواطنيه بردود ساخرة وهو يستجدي أصحاب محطات الوقود وإن بنبرة إملاء عليهم من منبر التغريد تويتر فلا يستجاب للنداء ذاك فوراً كما أراد فهل هكذا تدار القوة الاقتصادية العالمية الأولى بتغريدة لخفض أسعار وقود ألهبتها سياسة خارجية متهورة محل ما يدين لشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين على ماذا يدل هذا الطلب من بايدن إلى المحطات بتخفيض الأسعار في سياق السعي لصقف سعر النفط الروسي يدل وبكل ثقة لأن ما أقوله كان مفترض أننا ننظر إلى أمريكا إلى الدول الغربية على أساس هي تعتمد على خبراء ومحللين وإلى آخرين لكن بعدما شهدنا خلال هذه الشهور الثلاثة من تخبط شروي غروي يمكننا أن نقول أن لا بايدن ولا الاتحاد الأوروبي يحافظ على الحد الأدنى من العقلينية سأعطي أمثلة مفترض أن روسيا هي التي تخضى للعقوبات وأن روسيا هي المضطرة أن تلجأ إلى ضبط الأسعار وأن تلجأ إلى مواجهة الاحتكار وإلى آخرين فضلا على أن بايدن وأمريكا بشكل خاص يعتبرون دائما في كل الأحوال أن الدول الاستبدادية هي التي تتدخل في الاقتصاد وتنظم الأسعار لذلك نجد هذه الدعوة مستغربة والمستغرب أكثر من ذلك أن بايدن والاتحاد الأوروبي يطمح في اجتماع السبع إلى فرض سعر على الغاز الروسي وكأنه هو الذي يصدر الغاز الروسي وكأن المشترين هم بأمرة بايدن أو أن كل الدول هي ولايات أمريكية هذا التخبط الشروي غروي يدل على أن الحد الأدنى والألف باء من الاقتصاد والسياسة والاستراتيجية فقدتها الدول الغربية وفقدها بايدن والاتحاد الأوروبي وما نشهده وما نسمعه مورجن الاستثمار الأمريكي يقول فيما لو نجحت هذه الدول بالحد من أسعار النفط الروسي سيرتفع البرميل إلى 380 دولار هذا نتيجة افتراضية لكن الافتراض الأكثر هو أن يستطيع بايدن إرغام روسيا على خفض سقف أسعار ولا يكون للعرض والطلق وحل ما يدلشون أمريكا والأمم المتحدة نيزار عبود ما مدى ملاءمة خطط جو بايدن الآيلة إلى تخفيف عبق الطاقة مع سياسة شد الحزام النقدية للإحتياط الفيدرالي ولماذا تجاهل بايدن تلك العلاقة تحية الجميع لا شك طبعا أن بايدن ينضح بما فيه بايدن يبدو أنه فعلا كما تفضل الزميل قاسم هو يتخبط ويتخبط لأن الفشل كبير جدا وأعلن أننا في حالة حرب أنت رسميا الولايات المتحدة ليست في حالة حرب لم يعلنوا الحرب على روسيا هم أعلنوا حصار وعقوبات هذا يدل على أن بايدن فعلا يجعل حتى أسس الاقتصاد اليوم الولايات المتحدة تعاني من تضخم الفيدرالي المركزي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي يود تضييق الحزام لتخفيف الكتلة النقدية لامتصاص حوالي 85 مليار دولار شهريا من السوق لتخفيف الغلاء لأن الغلاء مدفوع بشكل أساسي بكثرة السيولة النقدية ومن أسباب تلك السيولة النقدية هو التقديمات النقدية التي قدمت إلى الجمهور الأمريكي إبانا الجائحة جائحة كورونا وبالتالي عندما تطلب تخفيض الأسعار في موسم قيادة السيارات فهذا يعني أنك أنت تريد جعل الأمريكيين ينفقونك كالمعتاد وهذا يسخن الاقتصاد أكثر هذا يجعل الاقتصاد يغلي وبالتالي هناك جهل بالاقتصاد وهذا يدل على أنه لا يصغي لمستشاري الاقتصاديين وهو فقط يجرب يتخبط وكما هي الحال في الحرب لا يقبلون الهزيمة الهزيمة صعبة جدا ولكن ما يحصر هو هزيمة حقيقية مراسل ميدين في إسلام آباد باكريونس النظرية الاقتصادية التي وضعها أدم سميث تقول أن الدولة أو على الدولة أن تشن حربا إذا وصلت إلى مرحلة الركود فهل يمكن القول أن الولايات المتحدة الامريكية وصلت إلى حالة الركود بعد خروجها من أفغانستان الخروج من أفغانستان لم يكن حربا انتهت بانتصار للإدارة الامريكية والولايات المتحدة لذا هنا تطبيق النظرية يبدو أن الإدارة أمريكية لم تطبقها بالشكل الصحيح. الخروج من أفغانستان كان خروج هزيمة للإدارة الأمريكية والحرب على أفغانستان. ما يعني بأن هناك الآن بطالة في أمريكا. وهناك الآن ارتفاع لكلفة المعشية في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا صعوبات وجهها أمريكا في تطبيق نفوذها على الدول المختلفة التي كانت هي بالفعل. ولا تزال في بعضها تنفذ السلطة بعيدة. ولكنها مؤثرة في هذه الدول. غياب أو ضعف الوجود الأمريكي في هذه الدول. بالفعل يشكل ضغط كبير جدا على الاقتصاد الأمريكي. الذي هو بالأساس اقتصاد رأس مالي. يعتمد على نظريات مثل نظريات سميث. والتي من أهمها هو الشن الحروب وزيادة الصناعة العسكرية. حتى يكون هناك مصادر للدخل القومي في بلد ما. لكن هنا في حالتها مع أفغانستان أمريكا خررت منها مهزومة. أمريكا خرجت منها وعليها. الآن الكثير جدا من تداعيات في هزمتها في أفغانستان. هذه تداعيات من أهمها كما نرى الآن وجود كثير جدا من الدول كباكستان. التي تطالب أمريكا بدعم مستمر. ولكنها لا تحظى به بسبب الضائقة المالية التي تعيشها بالفعل أمريكا في هذه الأثناء. قاسم. بعد هذا القرار من بايدن وهذا الكلام لأصحاب محطات الوقود. هل يمكن القول أن الولايات المتحدة الدول الغربية؟ دخلت مرحلة من الخفة السياسية والاستراتيجية؟ كل ما تقوم به الدول الاتحاد الأوروبي وبايدن بمواجهة روسيا وبمواجهة ما سموه استراتيجية الناتو. هو دليل على أنه ليس فقط خفة. هو دليل على انحدار هائل على مستوى الاستراتيجيات. سأعطيك مثل عبد الرحمن. فيك الألف بالنسبة للاستراتيجيات. أنه عندما تهاجم. عندما تضع استراتيجية. لا بد أن تضع خطة بديلة. لا بد أن تترك مجال للتراجع. لا بد أن تترك مجال لإعادة التموضع. نظرا للظروف. وإذا خطة ألف وخطة باء إلى آخره. نرى أن كل هدف الناتو عندما اجتمع في إسبانيا هو التقاط صورة. وقد عبر بايدن بشكل يعني فيه إسفاف إلى درجة أني قلت لبوتين أننا ستنوحد. طبعا تتوحد. لكن على ماذا تتوحد؟ إذا قلت أنت والناتو لا تريد خلض الحرب. ولا تستطيع شن حرب ممكن أن تتحول إلى النووي. تتوحد على ماذا؟ تتوحد على الصورة؟ هذه الصورة هي دليل على حجم هذه الاستراتيجية للناتو. بالمقابل لا يجد أمامه. لا هو ولا الاتحاد الأوروبي أي مجال لإمكانية التكتيكات لإمكانية التراجع لإمكانية فرض يعني مد اليد لروسيا ولغير روسيا لإيجاد حلول سياسية أو حلول أخرى. أبدا هذا دليل على انحضار هائل ومرعب في الاستراتيجيات والتخطيط السياسي والاستراتيجي للإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. بالرغم من كلام بايدن نيزار. إلا أن الوقود في الولايات المتحدة لا يزال أرخص منه في الدول الصناعية الأخرى. مع ذلك لماذا لا يقبل الشعب الأمريكي الارتفاع ويعتبره فوق التحمل؟ المسافات. الولايات المتحدة لديها مسافات طويلة جدا. الوقود لا يصرف فقط في قيادة السيارات. ونحن في موسم القيادة السيارات الموسعة الأمريكيين يستهلكون يوميا حوالي نصف أو 45% من إجمالي النفط المكرر في العالم. إذا كان العالم يصرف 21 مليون برميل يوميا من النفط المكرر الأمريكيون يصرفون حوالي 9 ملايين برميل. وحدهم أي تقريبا نصف في العالم. وبالتالي هؤلاء إضافة إلى النقل وسائل النقل مكلفة جدا بالنسبة لشاحنة تنطلق من نيويورك إلى كاليفورنيا تقطع حوالي 6 ألاف 7 ألاف كيلومتر. هذا يحتاج إلى وقود كثير. فإذا أضيفت هذه التكلفة على السلع فالنتيجة أن الغلاء سيكون مستفحل. هناك خطر كبير بإغلاق الكثير من المصالح الصغيرة والكبيرة بسبب ارتفاع النفط. مهما كان قليلا. الأمريكيون معتاجون على السيارات الكبيرة. على السيارات المستهنكة للطاقة كثيرا. وموضوع المناخ الذي هو يؤثر كثيرا على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص. هذا الموضوع بات فيه. ليس فيه أولويات الولايات المتحدة. بالتالي المخاطر الكبيرة الأمريكيون لا يتحملون كل هذا الغلاء. خاصة أن الترحيات للأوكرانيين يعتبرونها. وهم أنانيون بطبيعة فلسفتهم. محل ما يدين لشؤون باكستان وأسيا. بكر يونس في دولة مثل باكستان. حيث يعتبر قطاع الصناعة فيها بشكل محدد. يعتمد على صناعات لدول أوروبية. كيف هو مستقبل قطاع الصناعة في ظل ما نراه من تطورات على مستوى الاقتصاد الدولي؟ بالفعل هناك استياء كبير جدا في قطاع الصناعة في باكستان. لا سيما. وأن ارتفاع البترول والأثمان الوقود في باكستان أصبحت باهضة. لذا لجت الآن باكستان إلى الاستفادة من أفغانستان وإلى جلب الفحم من أفغانستان. لإستبداله بالوقود المستورد من الدول الأجنبية. ما تريده باكستان الآن هو إيجاد بديل فوري لاستمرار مصانعها. ما تريده باكستان هو أن تكون هناك صادرات مستمرة للدول الأجنبية. ولكن أن يكون هناك بديل حقيقي في هذه الصناعات. لا سيما فيما يسمى بالوقود الآن. لأن باكستان دولة بالفعل تعتمد بشكل كبير في صناعاتها على المنتجات التي تصدر للدول الأوروبية والدول الأجنبية. وأيضا لأمريكا مثل الصناعات الجلود ومثل الصناعات مختلفة. لكن هناك أيضا شق آخر وهو قيام باكستان كشعب باكستاني بالاعتماد على الناتج القومي فيما يسمى في قطاع الزراعة. ما هو عليه. سيكون هناك تأثير سلب ومباشر على جميع المصانع الباكستانية. المصانع التي تعمل. وهي طبعا نسبة كبيرة منها. تعمل على إنتاج مواد خاصة بالدول الأجنبية والأوروبية. قاسم إلى أي مدى يمكن القول اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ثمن السياسة التي زرعتها. ومن سيصرخ أولا؟ بعض يسأل هذا السؤال. أمريكا والاتحاد الأوروبي. وما الأسباب والمؤشرات؟ أمريكا والاتحاد الأوروبي استخدما كل الأوراق. كشفا الأوراق. وهذه لعبة غبية بالدرجة الأولى. على المستوى الصراع بين الدول. وهذا الصراع الذي يخوضه الناتو ضد روسيا ومن وراء الصين. كشفوا كل الأوراق. ولم يعد أمامهم أي احتياط. هناك خيار آخر. هو الحرب النووية. وهذه مسألة مختلفة تماما. عدى ذلك كل الأوراق الاقتصادية. كل الأوراق السياسية. كل الأوراق الاستراتيجية التي جيشوا نفسهم لها. ماذا كانت النتائج؟ كانت النتائج كريستين لاجارد في اجتماع البرتغال تقول أن التضخم الذي نعيشه اليوم هو أبدي. يعني ماذا يعني؟ يعني أن هذا النظام هو قابل للانفجار. وهو مستعد. يعني لا حلول أمامه. هذا بالنسبة للتضخم وبالنسبة للركود أكثر وأكثر. حدث ولا حرج. كيف سيكون المشهد إذا بدأت المجتمعات الأوروبية تواجه المصير الذي يفرضه عليها الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لأمريكا بات واضحا أن بايدن سيخسر الحرب في داخل أمريكا. وهو الذي يشد بترامب لكي يأتي مكانه ويمكن أن يغير كل السياسات. والأزمة الكبرى هي الاتحاد الأوروبي وأوروبا التي ستواجه مصيرها المحتم نتيجة تبعيتها للولايات المتحدة. وللإجراءات الغبية الساذجة. حكي لا نقول أكثر بأنها تحصد ما تزرعه بنفسها وما زرعه بايدن على مستوى الاستهلاك وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأزمات الاجتماعية. التي يمكن أن تصل إلى أزمات سياسية مستفعلة في المدى القريب. في أيلول. ولا نتحدث أبعد من ذلك. نزار إذا كانت الولايات المتحدة من كبار منتجين نفط في العالم. هذا سؤال يطرح اليوم. لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل؟ هل هناك حلول حقيقية فعلا؟ وأي تأثير لها على الانتخابات النصفية؟ إلى شكل طبعا أن الشركات النفط الأمريكية تتصرف باستقلال. هي شركات خاصة عندما هبط سعر برميل النفط بحيث أنها اضطرت إلى دفع أموال لتخزين النفط وبيعه مجانا تماما قبل سنوات لم يتحرك أحد من حكومة الفيدرالية لإنقاذهم. أقفلت الكثير من مصافي النفط وأقفلت حقول. وبالتالي في حلم من أمرهم يقولون عندما كنا في مأزق لا أحد أنقذنا وبالتالي نحن لا نستطيع أن نقدم نفطا مجانا نريد التعويض عن خسائرنا في سنتين الماضيتين. من جهة أخرى طبعا بايدن خسر الانتخابات بكل المعاني. الغلاء هو العنصر الأساسي في أي انتخابات. كل الزعامات الغربية مهددة بانحيار. بريطانيا مهددة بالتفسق تماما. حدثني زميل من أستراليا أمس قال سعر خسة الواحدة باتت عشرة دولارات. والسبب النينيا المناخ. هناك تقلبات كثيرة تحتاج إلى علاجات عالمية. تحتاج إلى تضامن عالمي. وهذا ما تدعو له الأمم المتحدة بشكل دائم. المحيطات مؤخرا كانت حدث عن فداحة الخطورة. عشرة ألاف وخمسمائة مطعم سمك وبطاطس في بريطانيا مهددة بالإغفال. لأن السمك مصدره روسي والزيت مصدره أوكراني. وقلون الزيت ارتفع أكثر بكثير من قلون البنزين. بصرة تسعة دولارات في أمريكا. بينما قلون البنزين خمسة دولارات. وبالتالي هذا أزمة غذائية. وليس فقط أزمة وقود وأزمة زعامات. باكستان باكر هي من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما هذا سبب من أسباب تدهور اقتصادية هذه الأيام. واحتياجها لقرض من صندوق النقد الدولي. هذا أدى ربما أيضا للرفع الأسعار. ولسيما المحروقات في باكستان. ودول أخرى منها مصر وتركيا. أي خطوات تضرر بشكل كبير. لأن هناك الكثير جدا من الاستثمارات التي توجهت طبعا بدولاراتها إلى أوكرانيا. وهناك الكثير جدا من روس الأموال التي تتحركت هناك. ما جعلت دولار شحيح في باكستان وفي الدول مثل ما ذكرت مصر وتركيا. هذه الشحة في الدولار أدت إلى انخفاض كبير جدا في القدرة الشرائية للعملة المحلية مثل الروبية الباكستانية الآن. ما تسعى لها باكستان الآن هو إيجاد بدائل لتقوية عملتها المحلية مثل التركيز على قطاع الزراعة وتركيز على قطاعات أخرى بإمكانها أن تلبي حاجة الشعب الباكستاني وإمكانها أن تلبي المعادلة الاقتصادية لتقوية العملة المحلية وعطيها قدرة شرائية أقوى مما هي عليه الآن. إذا ما تمكن باكستان إيجاد معادلة جديدة وحل هذه المعادلة الاقتصادية الصعبة ستكون بالفعل باكستان قادرة على خروج من هذه المأذق الحقيقة التي تعيشه الآن لا سيمة وأن هناك كما ذكرنا خروج كبير جدا للعملة الأجنبية وتحديد الدولار من باكستان متجهة إلى دول التي الآن تشهد توتر مثل أوكرانيا وهذا طبعا الأمر لا يخص باكستان وإنه يخص الكثير من الدول التي متعلقة عملتها المحلية بالدولار الأمريكي شكرا جزيلا لكم بكر يونس نزار عبود اشتركوا في القناة